بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل في كتابه الكريم استعذ بالله ولا تتبعوا خطوات الشيطان وفي هذه الآية نقطة مهمة يجب أن نركز عليها ونتفكر فيها وهي أن الله عز وجل لم يقل ولا تتبعوا خطوة الشيطان بل الله عز وجل قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان ونفهم من هذه الآية أن للشيطان خطوات إذا لحق أحد الشيطان في الخطوة الأولى يخاف عليه أن يوقعه الشيطان في نهاية هذا الأمر إلى الكفر لأن الخطوة تجلب خطوة أخرى وهذه الخطوات يلزم لنا أن لا نلحق الشيطان ولا نتبعه في الخطوة الأولى لهذا يقول الله عز وجل ولا تتبع خطوات الشيطان نسأل الله عز وجل العسمة من خطوات الشيطان اشتركوا في القناة